أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار أن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تشمل إنشاء تسعة مجمعات لخدمات المواطنين وتقدم سبع خدمات للمواطنين وخلال متابعتها الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوضح وزير الإسكان أنه يجري أيضا إنشاء وتطوير ورفع كفاءة تسعة وعشرين مركز شباب بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطبية وخدمات الطرق والكباري وتنفذ على مستوى الوحدات المحلية